الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله أخواني الكرام وخاوة الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى نتناول كالعادة في هذا البرنامج أحاديث الإمام البخاري من خلال الشرح والتوضيح والتبيين وذكر أهم الفوائد التي تحتوي عليها أحاديث صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى كذلك نذكر أهم مقاصد سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والتي جاءت في هذه الأحاديث المباركة أخواني الكرام وأخوات الكريمات ثواني بعدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل فانتظرونا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام أخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل ولا نزال معكم في شرح كتاب صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى وكنا قد وصلنا في شرح كتاب الأدن وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وارضاه بوابه البخاري بقوله باب لا يسب الرجل والدي عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والدي قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والدي قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه أخوات الكريمات ربما يتساع الإنسان كما جاء في أول الحديث وكذلك كما تساءل الصحابة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل أن يلعن الرجل والديه فهو نتعجب الصحابة كيف يلعن الرجل والديه فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه إذن أخوات الكرام بعقوق الوالدين لا شك أنها من كبائر الذنوب من كبائر المعاصي فليحذر الإنسان أن يقع في كبائر الذنوب أن يقع في هذه المعصية التي حذر منها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة لذلك حقوق الوالدين ومنزلة الوالدين منزلتهم وكبيرة عند الله سبحانه وتعالى لا بد من احترام وتعظيم الأمهات والآباء لما لهم من فضل علينا بعد الله عز وجل من التربية ومن السهار ومن العاطفة ومن أمور كثيرة لو يعد الإنسان ما يقدمه الآباء وما تقدمه الأمهات ما استطاع أن يحصي هذه الأمور خصوصاً عندما يولد وهو صغير طوال الوقت وأمه تحمل هذا تحملك كانت تحملك وأنت صغير وترضع ترضعك من ثديها من حليبها من جسدها وتسهر وكذلك الأب ربما سهر ربما ذهب بك إلى الطبيب ربما اشتقل وتعب حتى يحصل المال ليشتري الحليب ويشتري الملابس ويأويك أنت مع إخوانك في بيت أو في شقة أو في أجار ويشتري لك من الألعاب أو اللعب وخير من هذه الأمور كلها لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من أكبر الكبائر هي لعن الرجل والديه ما سبب هذا اللعن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سبب هذا اللعن وهو سبهما وشتمهما وبيّن أنه نوع من حقوق الوالدين وكفران لحقوق الآباء والأمهات وكما ذكرنا أن السائل تعجب كيف يلعن الرجل والديه ما في أحد إنسان يلعن أمه أو يلعن أباه فبين له النبي صلى الله عليه وسلم يشتم الرجل أبا الرجل فيسبه الآخر أي يشتم أباه ويسب أمه للأسف أن هذا الأمر موجود الرجل إذا غضب سب فلان أي يسب أب فلان أي يسب أم فلان فهذا يرد بالمثل يقول فيقول اللعنة اللعنة مثلا على أمك أنت أيضا وعلى أبيك أنت والعياذ بالله فانظروا كيف يسول الشيطان لهؤلاء أنهم يسمحون لهؤلاء الناس بلعن والديهم وللأسف أن من الكلمات الدارجة لعن الوالدين أنا سألعن والديك ووالدي والديك حتى الأجداد لم يسلموا من هذا اللعن والعياذ بالله كلها هذه من الكلمات البديئة التي هي من حصائد الألسنة وعلى الإنسان أن يكف عليه هذا وهو اللسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة قال كف عليك هذا فلذلك حصائد الألسنة والعياذ بالله هي من الآفات التي انتشرت في هذا الوقت لذلك علينا أن نربي أبنائنا على الكلمة الطيبة على الكلام الحسن على الكلام الفاضل كما قال تعالى وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة فلنعود أنفسنا وأبنائنا أنهم دائما يقولون يرحم الله والديك يعني بدل أن تلعن وتسفه آباء فلان وفلانا وغير ذلك تقول رحم الله والديك الله يرضى عنك ويرضى عن والدك ووالدتك فيتكلّم بكلام الطيب يدعو لهم بالرحمة يدعو لهم بالثناء يدعو لهم بالثواب الجميل هذا هو المطلوب وهذا ما ينبغي لذلك من فوائد هذا الحديث خطورة عقوق الوالدين وأنها من كبائر الذنوب كذلك حرمت أن يسب الرجل أبا الرجل أو والدته والتشديد في ذلك وكل ما أدى إلى حرام فهو حرام كل ما أدى إلى معصية فهو معصية هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر